موسيقى مساء الخير مساء الفل على عيون كل مشاهدين اتغير مع يومنا حلقة جديدة وفقرة هيهتم بيها كل الناس لان انا شخصين بيتبعتلي يوميا مئات الرسائل على صفحتي ناس بتشتكيلي من مشاكل في شعرها سواء اللي يقوللي انا شعري ما بيتوالش انا شعري ضعيف خفيف مثلا انا شعري بيقع يعني مشاكل الشعر ما بتنتهيش وما بتخلص وما فيش بيت في العالم كله مش في مصر بس ما عندوش حد فيه مشكلة في شعره فانا النهاردة جاي بالكو مفاجأة يمكن ناس كتير جدا طلبت بيها ونادت بيها يا جماعة احنا عاوزين منتج للشعر يا جماعة احنا عاوزين حاجة تعالج لنا مشاكل شعرنا المختلفة لازم يبقى فيه حاجة كده انا النهاردة جاية ومعايا ضيفة عزيزة ومعايا منتج فخم جدا ويعني مفاجأة لكتير من السادة المشاهدين خلوني بس في البداية ارحب بضفتي العزيزة اللي معايا الاول مرة دكتورة اان امحاوي احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ماسي هير اهلا بك يا دكتورة اان اسمك عزيزة على قلبي جدا بس يا دكتورة اان انا لسه كنت بقول لسادة المشاهدين انه ما فيش بيت بيخلى من حد عنده مشكلة في شعره وميئات الرسائل انت مش متخيلة قد ايه بتتبعت انه ناس عندها مشاكل في شعرها انت نهاردة جاية وجايبة ساينو ماسي هير ده منتج للشعر انت بقى لها تقول لنا ساينو ماسي هير بيعمل ايه ايه هي الوظايف بتاعت ساينو ماسي هير انا مبدئيا طبعا معايا في الكلام ان كل الناس بشتكي من الشعر اللي بيقعوا ومتساقطوا انه هو بيقع بطوله انه هو احنا كمان خرجنا من الصيف داخلين على الخريف ده سيزن هو كل شعر بيقع فيه يعني الشكه هتبقى كتير جدا حتى اللي شعره مافوش حاجة بيشتكي في الوقت ده بالضبط بيقع في السيزن ده بالذات الشعر بيبقى فيه متهالك احنا معايا بقى المنطق بتاعنا ساينو ماسي هير اه هو طفرة يعني انا هقولك انه هو طفرة فعلا ده حقيقي اه ده فعلا ده بجد عن تجربة احنا طبعا هو اكيد اتجرب قبل ما نيجي دلوقتي انا شخصيا بقى لي فترة بالضبط ماشي على ماسي هو يعني فيه اكسف انجريديانس مهمة جدا اه وميزة اللي فيه انه هو بيعالج حاجة مهمة الصالع الوراثي الصالع الوراثي ده بيشتكي منه سيدات ورجال اه فيه مرضة فعالة اسمها ساوبالميتو ساوبالميتو دي عشبة في امريكا احنا جبناها واستخلصناها وحطناها في البرودكت ده انها بتعالج ازاي بقى الصالع الوراثي انها بتروح تعمل بلوك بتقفل الانزايم اللي بيروح يهاجم الروت بتاعت الشعراية يعني هو كمان بيعالج الصالع الوراثي ده اهم حاجة فيه يعني بيمنع التساقط اول حاجة لازم نعملها ان احنا نمنع التساقط بس من يعالج الصالع الوراثي الصالع الوراثي ده اللي الناس كلها بتشتكي منه صح الصالع الوراثي ده بقى بتعالج ان احنا بيروح يعمل بلوك للانزايم اللي بيروح يهاجم البصيلة بتاعة الشعر ويوقعها ده رقم واحد تاني حاجة ان احنا عندنا الكافيين الكافيين ده مادة مهمة جدا انها بتزود ضغط الدم يعني تم براس سيركوليشن في الفروة الشعر في الحالة دي في الوقت ده بيحصل ان انا الفوليكلز بتاعتي بتبدأ تنشط لان الدم يبين الخلايا يعني البصيلات البصيلات بتبدأ تنشط بيبدأ عمر الشعراية طبعا احنا كنين عارفين ان في دورة حيال الشعر تمام دورة الحيال الكافيين بيخليها تعيش او بتمتد لتلاتة وتلاتين في المية بسضبط عمرها اطول تمتد لتلاتة وتلاتين في المية والفوليكلز دي بتبقى اكتف منسبة ستة واربين في المية يعني بسضبط الحالة دي احنا كمان بنعالج ان بيبقى فيه كسافة كسافة ازاي ان الفوليكل دي او البصيلة دي بدل ما تطلع شعراية واحدة لأ ممكن تطلع لك اتنين وثلاثة بزبط يعني هو ممكن ساين ومسهير ممكن يخلي البصيلة بدل ما تطلع شعراية تطلع اكتر من شعراية وبالتالي تحصل الكسافة فالناس الشعرها خفيف تركز في الكلام ده كويس اوه بالزبط عندنا حاجة تانية وده عنصر اساسي في الشعر بيوتين طبعا كلنا استمعنا على البيوتين عموما البيوتين ده احمد امينية بيتكون شعر بيتكون منه فاحنا بنمده برضو بالبيوتين بيزود بلات سيركوليشن دورة دموية في فروة الراس فبالتالي احنا وصلنا الدم وصلنا الغيزة احنا عارفين ان او دايما بنشبه فروة الراس زي الارض زراعية تمام انتي حطت لها المية حطت لها الفيتاميز عملتي اهتمتي بيها هتطلع نبتة حلوة بالزبط فهو ده بقى العلاج والدواء بتاع فروة الشعر اللي من خلاله شعرك هيتحسن او شعرك هيتحسن بشكل كبير بالزبط والشعر اللي بيقع بقى انتي مش متخيلة قدقي نزمة تبعتلي على انها شعرها بيقع بطوله تعمل كده تلاقي الشعر بيقع تنامع تسحى على المخد تلاقي الشعر بيقع لو بتاخد شاور الشعر بيقع هل هو في حاجة توقف التساقط ده كل الاكتف انجريديانس بتاعتنا بتاعتنا في المنتج توقف احنا اصلا هدفنا الاول احنا نوقف التساقط والثمان اللي هي الصلع الوراثي اللي هو اكبر اكتر حاجة هم المشكلتين الاساسيتين بلس بقى ان احنا في حاجات مركبات تانية والشعر اللي ما بيتوالشوا منك لأ طبعا فيه انا هقولك بقى كل حاجة انا دلوقتي انت غزيتي الشعر عندك البيوتين عندك كافيين عندك الوفيرا لسه هنتكلم عنه الوفيرا ده طبعا طفرة في مجال التجميل كلنا سمعين طبعا الصبار الوفيرا ده حاجة هيلة بيعمل ايه الوفيرا الوفيرا رقم واحد انه هو انتبكتيريا طبعا عارفة فيه ناس كتير بوزات المحجبات ياخدوا الشعور مثلا اللي فوت تحت الطرحة مبلول كارسة دي بكتيري على طول بيحصل انفلاميشن اللي هو بيحصل التهاب يبدأوا انهما يبقى فيه حكة او هرش يبدأ يظهر قشر فكل ده الوفيرا بيعالجوا بيعالجوا كمان بيخلص انت عندك كل سنسيشن كل سنسيشن يتحس ان انت شعرك فراش ده حاجة مهمة جدا الوفيرا بقى كمان بيعمل كوتنج للشعرية بيعمل زي كافر بيغلفها هو كأنه زي سانسكرين او سان بلوك للشعر عشان اشعة الشمس احنا اهم حاجة نحافظ عليها من شعة الشمس سعين ومسي هير لي سيكس اكشنز او لي ست وزيف تقولها لنا يا دكتورة اقان كده للاستاذ المشاهدين بشكل بسيط رقم واحد نحنا اتكلمنا عنه لازم نوقف تساقط الشعر نحنا بنحفز نمو الشعر نمو الشعر الشعر يعني الكسافة نورشنج النعومة بالضبط تقصيف كمان التقصيف طبعا احنا بنعمل كوتنج للشعرية الشعرية ما بتتقسمش اتنين انا برضو عايزة اوضح اكتر ان الشعر فيه خاصية المسامية يعني هو بيتنفس عادي ومسامي يعني فانتي لما بتحطي عليه البرودكت بتاعنا بيبدأ بيتشربه بيبدأ يتغلف اوكي يعني شعر الجاف لو شعرك هايش او جاف او المجعد يقدر برضو انه هو يعلمه طيب دي حاجة عظيمة جدا ان احنا نلاقي منتج فيه كل يعني بيعلك كل المشاكل اللي ممكن تكون خاصة بالشعر طب انا عاوز اعرف منك الاستخدام بيكون ازاي يعني انا مثلا ابقى غسلة شعري او شعري ناشف مثلا كم مرة في اليوم الاستخدام احنا لا هو على فروط راس جافة ناشف عادي من يحطه بالليل من 4 ل 6 بخات يعني يتحط بخ ترشه كده هو ويتدلك كويس جدا طبعا فروط الراس بتدلكيها وانا عايز اقولك ان هو معمول اصلا بانانه تكنولوجي انانه تكنولوجي ان احنا بيبقى فيه درجة عالية جدا من بيوريتي بيبقى بيور قوي وبيبقى البارت اللي بتاعته صغيرة يعني جزيقاته صغيرة جزيقاته صغيرة بصدق بحيث ان هو ينتص ويدخل الفروط الراس بسهولة جدا حسنا فيه ناس كتير ممكن تقولك ايه طب انا شعري دهني مثلا وبيزيت لوحدهم لأ وانا استخدمت حاجات كتير ممكن تعملي دحي تخلي الشعر كده مزيت ساينو ماسي هير يعني بتحطه تغسل ولا بتساب ساينو ماسي هير الميزة اللي فيه ريحته حلوة جدا مفيهوش الملمس الدهني يعني تحطيه مفيش عالي تخرجي عايزي ما تحسش ان ان انت شعرك زين بيقولو ملزق لا الكلام ده مش مموت خالص يعني بتحطه ما بيتغسلش تحطيه صباحاً ومساءاً ولا مساءاً بس مساءاً وتنامي مساءاً وتنامي هو معظم الحاجات دي بتبقى بالليل أفضل أنها تستخدم لأنه الواحد وهو نايم بيبقى المساء أصل تتفتح والشعر يعني الفرقة والرس بتمتص بتمتص بسهولة طب في ناس كتير جداً تقولك طب أنا بقى تعبت وعملت حاجات كتير جداً وما فيش فايدة جميل الكلام اللي انتو بتقولوه ده بس احنا عاوزين نعرف النتيجة هنشوفها إمتى هل احنا هنلاحظ نتيجة فعلاً مرتية بعد وقت قد إيه لأ النتيجة هتتلاحظ على طول من أول أسبوع هتتلاحظ أن الشعر يبيقى ده من أول أسبوع ما فيه الشعر يبيقى بعد كده تاني تلت أسبوع يبدأ يظهر بيبي هير الشعر صغير ودي حاجة مهمة جداً هو يظهر بيبي هير هنفضل دي مشرة خير طبعاً أيوة عارفيني البيبي هير اللي هو إيه اللي هو شعر صغنون اللي بيبدأ ينبت ده ده لما يطلع عارفوا أنه هو كده تمام كده مية مية وانتو بتقولي بعد اسبوعين ثلاثة هيبدأ البيبي هير ده بالنسبة لناس اللي عندها مثلاً شعرها خفيف أو بيوعة وكده اسبوعين ثلاثة هيبدأ البيبي هير ده أو الشعر الصغير المنبت ده يطلع فدي علامة حلوة جداً بزبط حيبدأ أن إحنا برضو هنطبعاً أكيد هنستمر إن إحنا نحط السبري عايزي جداً بالتالي إحنا خلاص الفوليكلز بدأت تصحى اللي هي البوثيلات فبدأ الشعر يطلع زي ما كنا بنقول قبل كده إنه هو ما بيطلعش شعرية واحدة مثلاً في البوثيلة لا لا ده أكتر من شعرية فطبعاً إحنا هنبدأ نلاحظ حاجة زي دي فأكيد النتيجة هتبان على طول بس إحنا نستعمله طبعاً لمدة تلات شهور تلات شهور دي عشان دورة الحياة الشعر بس ممكن في الصالع الوراثي ممكن ياخد أكتر شوية يبقى لست شهور تمام لكن التساقط أو الخفية أو اللي ما بيتوالش في خلال التلات شهور بيبدأوا يحسوا بالنتيجة طيب ده كلام جميع أنا شخصياً مبسوطة قوي بالكلام ده لأن انتي عارفة كل يوم بقى بنعمل شعرنا وكل يوم بنعمل مش عارفة إيه فالشعر بيتبهدل يعني بيتدمر ده غير إني فيه بنت كتير جداً سبغة طول الوقت الفرد ده طول الوقت فإحنا بنعمل عمل في شعرنا بصراحة لازم يبقى فيه حاجة تعادل اللي إحنا بنعمله ده يعني ماشي إحنا بنبوزه يعني بوزناه خلص طب نعالج بقى بس أعز أقولك لحاجة برضو حلوة قوي فيه إنه ما بيأثر شعرون سبغة يعني عايز تصبغي شعارك بس أهم حاجة ما تتعمليش سبغة فيها الأمونيا اللي هي بتفرفت الشعرية اللي فيه حاجات معينة حاجات مجهولة المصدر الشامفون مجهول المصدر فيه حاجات كده يعني دي أكيل بتدر الشعر فإحنا مش عايزين نصلح من حتة ونبوز من حتة تانية لازم نهتم نهتم ونخطأ شعرنا ونعرف إحنا منخطأ شعرنا الشعر ده حاجة بتتنفذ دكاء حي بالضبط يعني نشبه هنا بالزرعة بالضبط كده بالضبط كده فإذا ساين ومسي هير منتج هايل بيعالج جميع مشاكل الشعر نواظب بس على الاستخدام يعني مهم جدا أن احنا نواظب على الاستخدام لأنه فيه هو يوميا مش كده يوميا يوميا مساء بس أنا عايز أقول برضو حاجة ميزة فيه أنه هو فيه روزميري روزميري ده طبعا فيه ريسرشات اتعملت عليه يعني فيه أبحاث اتعملت أنه هو بيأخر نمو الشعر الأبيض بيأخر نمو الشعر الأبيض طب بسرحوا بقى فيه بنات صغيرين بيشتكوا من شعر أبيض طلالهم فأنا طبعا المنتج يبقى عندي كده بالكواليتي دي بكل أكتب انجريدينس اللي عندي بس هو ما بيخلي يعني الشعر الأبيض طلع خلص ما بيخليش الشعر يسمار لا اللي طلع أبيض خلص اللي لسه هيطلع أبيض هو بيأخر نمو يعني بيأخره يعني بمعنى لو أنت مثلا إيه قصد دي بتبقى وراثة إلى حد ما فلو أنت عندك الشيب ده بيبدأ بدري في العيلة مثلا عندكو أو كده تلحي نفسك وتستخدمي سعين ومسيهير لأنه بيأخر ظهور الشعر أبيض لأنه فعلا أنا بشوف بنات كتير عندها عشرين وخمسة وعشرين سنة وتلاقي شعر أبيض كتير ما برضو مستبغات الناس تسبغ في حاجات تلاقي الشعر خلاص فاستعمال الحاجات الغلط ممكن تخلي الشعر يبدأ يرهق ويعجز بدري فلا إحنا عايزين نصلح بقى طب ده رجال وسيدات رجال وسيدات أكيد لأنه بيعالج الصلع الوراثي وصلع الوراثي عند الرجال آه لا وفيه سيدات كتير عيوة عند رجال وسيدات فيه بنات كتير من هنا عندها طبعا على فكه هنا دي بس مش من الصلع الوراثي ساعات بيشدوا شعره مجامد أوي يعني التعاملات الغلط مع الشعر بيشدوا شعرهم جامد أوي أب منتهم مثلا تطديم المدرسة تشدينهم شعره آه لأ نشوف حاجات من سنة قد ايه ممكن؟ من سن 16 يعني دايما بعد فترة البلوغ يا جماعة بيبقى لطيفة قوي نبدأ بقى نستخدم الحاجات دي ونهتم بنفسنا طيب المنتج الناس تجيبه ازاي هل هو متوفر في الماركتس مثلا؟ لا هو مش متوفر في الماركتس هو متوفر في المندوبين عندنا هتلاقي الأرقام موجودة على الشاشة هيتصلوا ليهم في أي وقت لو داخل الكاهيرة هيوصلوهم في نفس اليوم لو خارج الكاهيرة تاني يوم الحقيقة انا مبسوطة جدا انه بقى فيه حاجة زي دي دلوقتي وبقى فيه منتج زي ساينو ماسيهير يعني الحقيقة هو هيرحمنا من حاجات كتير جدا وخاصة انه فيه ناس كتير ما كانتش بتحب تاخد أدوية بالبق او ما بتحبش الشكشكة وانها تعمل حاجات في شعرها فساينو ماسيهير حاجة لطيفة جدا بتترش وانا شخصيا من اول الناس اللي بصي مش هفوت يوم لازم كل يوم هستخدم ساينو ماسيهير يا خلاص هنتي هتبقي بالنسبة لنا ناخد الفيت باك منك خلاص لا صدقيني فخلاص انا ده منتجي خلاص بتاع شعري فانا هتعامل معي انا بشكرك يا دكتورة آن على وجودك معي النهاردة ضفتي العزيزة دكتورة آن أم حاوي هنروح لفاصل لسا عندنا فقارات تانية بعد الفاصل استنونا مكان واحد بس في الشرق الاوسط هتلاقي في اجمل ابتسامة بترحب بيك من لحظة دخولك وكل الموجودين في المكان عندهم هدف واحد انك ترجع شباب اهلا بيك في المركز الطبي الدولي يلا بينا نرجع شباب كان عندي مشكلة في تساقط الشعر كان شعر طويل بدأ يتساقط تساقط بكوترة بعد كده بيتالبس الكاب فبيجي يتساقط اكتر وعملت لي مشكلة فبعد كده شفت اعلانات المركز الطبي فجيت كشفت عن الدكتور هشام فضبني وقال لي بالنسبة لتساقط الشعر في حل اسرع هو حل ذراعة عملية الشعر وان شاء الله انا جيت وبإذن الله يعني اتغلب على مشكلة تساقط الشعر دياتي وان شاء الله لما ينتينجح بسهر الخير انا الدكتور هشام شعبان استشارج راحة الانف والوجه بالمركز الطبي معانا النهاردة حالة الاستاذ مصطفى المشكلة بتاعته هو جلنا تقريبا من اسبوعين كان هو متخايد ان هو هيجي هيبقى ياخد علاجات بس للشعر وكده بس احنا بعد ما شفت المشكلة بتاعته ولقيت ان كسافت الشعر عنده قليلة جدا حتى لو معنا له علاجات الطبيعية سواء ميزو سيرابي او ميزو هير بلازما كل الحاجات ديت ديت ان احنا لانا مش هتأثر معها خالص لانه هو قريدي عنده تساقط كسيف للشعر ووصل لمرحلة الصلاة فكان الحل الامثل للمشكلة بتاعته هي زراعة الشعر احنا بنعمل هنا في المركز الطبي زراعة الشعر باحدث الطرق الموجودة عالميا اللي هي ديت طريقة امنة ما فيهاش اي مشاكل خالص بتدي نتاج كويسة جدا طبعا ده باختلاف يعني عن الحالات الزراعة القديمة خالص اللي كان بيستخدم فيها ان انا باخد شريط من فروة الرأس من ورا وبزرعه في منطقة امامية او ان انا باخد الشريط اللي فيه شعر من ورا ده وبقطعه وبزرعه في المنطقة الامامية لا الطريقة الجديدة اللي هي ديت افضل الطرق حاليا في زراعة الشعر ودي اللي بتدي نتاج هيلة جدا فده كان الاختيار الامسل له موضوع زراعة الشعر عندنا هنا في المركز الطبي الموضوع العملية لزراعة الشعر عملية امان ما فيهاش اي مشاكل خالص العيان مجرد ان هو ياخد القرار ان هو يعمل عملية الزراعة بنتدي نعمله شوية تحليل كده نتأكد ان هو ما عندهش فيروس سي ولا اي نوع من الفيروسات بنعمله اختبار لفروة الرأس نفسها بعد كده بيبتدي ياخد يعمل عملية زراعة الشعر وبعد ما بنعمل عملية زراعة الشعر بيبقى فيه متابعة مع المركز عندنا هنا بيعمل له جلسات بلازما وميزو هير لمدة ست جلسات بين كل جلسة وجلسة اسبوع عشان نحسن من سرعة نمو الشعر ونعمل تغذية لفروة الرأس عشان تدي نتاج احسن موسيقى 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 احنا دلوقتي في المرحلة النهاية في مرحلة اختطاف احنا بناخد كل شعرة بالبوصيلة بتاعتها موسيقى وبنجمعهم بنختار الاصلح بوصيلات الاصلح ونبتدي نزراعهم مرة تانية بس احنا دلوقتي في المرحلة اللي احنا بناخد فيها البوصيلات نفسها الشعرة بالبوصيلة بتاعتها موسيقى موسيقى احنا طبعا بنختار افضل اقوى شعيرات اللي هي بتبقى موجودة في المنطقة الخلفية من الراس دي عشان نضمن سلامة الشعرة بالبوصيلة بتاعتها بنجمعها وبعد كده نبتدي ناخد افضل الشعيرات اللي فيها اللي هي تنفع تتزرع ونبتدي نزراعها في المرحلة اللي بعد كده وان شاء الله نشوفكم في المرحلة الأخيرة بقى في زراعة الشعرة نفسها موسيقى احنا دلوقتي في المرحلة النهائية من عملية زراعة الشعر الأستاذ مصطفى ديت المرحلة اللي احنا بنعمل بقى للشعرة نفسها بالبوصيلة بتاعتها في المكان بتاعها اللي احنا حددناه مسبقا احنا بنبتدي بنزرع الخطوط من الخطوط الأولانية للخلف بنبتدي نعمل لكل شعرة بالبوصيلة بتاعتها في مكانها ونحاول على قد ما نقدر بنقرب البوصيلات من بعضها عشان يباني ان هو الشعر طبيعي مفيش فيه اي مشكلة عشان محدش يلاحظ اصلا ان انت زرع شعر يعني الأستاذ مصطفى ان شاء الله بعد ما يطلع من العملية والشعر يبتدي ينمو محدش هيعرف ان هو زرع شعر لان انا زرعينه بتقنية حديثة وتقنية احدث تقنيات اللي موجودة دلوقتي في زراعة الشعر وبعد كده بيبتدي مرحلة المتابعة اللي هيجيلنا فيها بقى في المركز نبتدي نديله حقا بلازمة وحقا ميزهير للشعر عشان نحسن ونصرع من عملية نمو الشعر وان شاء الله يبقى راضي جدا بالنتيجة وساعدنا بيكو في المركز عندنا وان شاء الله نشوفكو في عمليات تانية ان شاء الله يلا بينا مركع شباب موسيقى زراعة الشعر من الحاجات اللي عاملة طفرة كبيرة جدا في العالم كله دلوقتي ورجال كتير جدا ويمكن سيدات كمال بس هو الرجال اكتر تتاجه لها عملوا زراعة الشعر ومبسوطين جدا ولا بيبان ان الشعر ده مزروع ولا بيبان في حاجة مش طبيعية شعر طبيعي جدا حلو جدا زي الشعر الاصلي عملية انا شايفاها عملية لطيفة جدا جدا بتغير في الشكل بنسبة كبيرة بتحلي الشكل بنسبة كبيرة هنتكلم عن زراعة الشعر ومين اللي يصلح لي زراعة الشعر مع ضفنة العزيز دكتور هشام شعبان استشاري تجميل الأنف والوجه بالمركز الطبي زيك دكتور هشام يعني زراعة الشعر دي بتغير الشكل خالص يعني بتخلي الواحد يصغر يعني انت اكيد عارف انه لما بيبقى فيه الشعر بيبقى كسيف بيدي سن اصغر غير لما الشعر يبقى خفيف او فيه صلع او بيدي برضو سن شوية تكلمني عن زراعة الشعر ومين الناس بالتحديد اللي ينفع ليهم موضوع زراعة الشعر بصي هو اي حد ينفع له زراعة الشعر يعني احنا ما بنحطش اي حاجة ان هي ريستريكشنز على زراعة الشعر الا لو فيه امراض في فروة الراس نفسها يعني لو فيه ناس عندها امراض مزمنة في فروة الراس او امراض مزمنة في المناعة ديت ما ينفعش يزرع شعر لانها هتكسر الشعر كله ويبتدي يقع تاني لكن اي حد بعد كده له ان احنا ممكن نعمله زراعة شعر او ما فيش اي مشكلة خالص حتى من سن صغير جدا فيه ناس دلوقتي بيجولنا في سن 22 سنة 25 سنة وعندهم مشاكل فيه الصلع ومش هينفع ان هو يحقن بلازما ولا الميزوهير والحاجات ديت لان هو قريدي ما عندهش بصيلات في المنطقة ديت فيبقى الحل الاساسي عندنا والحل الامثل للموضوع ده ان احنا نزرع شعر تمام يعني الصلع الزرع بيبقى للناس اللي عندها صلع اللي ما هي ما ينفعش تعمل اي حاجة تانية غير ان هي تزرع لانه الصلع ده معناه انه ما بقاش في بصيلات في المنطقة دي انتو بتعملوا ايه بقى عشان تحطوا بصيلات في المنطقة دي بصي هو الموضوع تطور هحكي لك الموضوع من اوله في موضوع زراعة الشعر اول كان فيه تقنية قديمة اول ان احنا كنا بنحط زي بلون كده تحت المنطقة اللي فيها شعر وبنعمل لها ستريتشنج يعني بنعمل بنخليها تطول شوية او تطمط وبعدين هم جايين قصين الحتة اللي ما فيها الشعر ونبتدي نزرعها قدام ده زمان اه ده زمان دي بقى التقنية الحديثة اللي هي الـ نحنا بناخد البصيلة بس يعني بناخد البصيلة من مكان اللي فيه كسافة شعر عالية ونبتدي نجمعهم ونحط عليهم سائل مغزي وبعد كده نبتدي نختار منهم افضل البصيلات واقواها وابتدي نزرعها في المنطقة اللي ما فيها الشعر زي الصورة اللي قدامنا دي دي ببتدي اخد البصيلة من المنطقة اللي احنا حددناها اللي هي اسمها دونر ايريا اللي هي المنطقة فيها كسافة عالية وابتدي اجمع لو شفنا الصورة اللي بعدها هتقول لي اللي بعدها يا جماعة بدأ اذنكم اه دي طريقة اللي احنا بسحب بيها البصيلة نفسها جهاز بيخش على البصيلة بيطلعها من المكان اللي هي فيه بدون احداث جروح ولا اي حاجة وابتدي نجمع البصيلات اللي بعده اه دي طبيعية بقى دي حقيقية اه دي باخد الشعرة الجزء اللي باين من الشعرة بالبصيلة طب سانية واحنا نعاوز اعرف حاجة ده اللي انتو دي الحتة اللي انتو اخدين منها ولا انتو زرعين فيها دي اللي احنا بناخد منها طيب انتو بيتم حلقة الشعر طبعا اه بيحلق الشعر الدرجة واحد اه عشان يبقى سهل ان انتو تشيلوا البصيلة نشوف لو الصورة اللي بعدها دي بقى دي صورة حقيقية من تجميع البصيلات نفسها فين بقى البصيلات اللي هي من نقض دي اه الكور الصغيرة لا هي مش نقض دي دي كل كتلة من دي فيها تقريبا ميت بصيلة اه اه اوكي تمام تمام احنا بنجمعهم ونعمل سليكشن بنعمل اختيار لافضل بصيلات عشان نزراعها تدي نتيجة كويسة وما يحصل لاش تساقط فهو ده دي الطريقة الحديثة في الزراع كان فيه طريقة قبل كده برضو ان احنا كنا بناخد شريط من المنطقة اللي فيها كسافة عالية في الشعر ونبتدي نقطع الشريط ده ونزراعه في المنطقة اللي ما فيها الشعر بس كان مشكلة الطريقة دي ان كان بيبقى فيه سكار فيه زي ندبة بين قوي جرح في فروة الراس من وراء ومنطقة الفروة الراس اصلا بيحصل فيها ندبات يعني هي منطقة ما بتحصل لاش التقام زي بقية الجسم دي بتسيب ندبة فمجرد ان الشخص يحلق شعره مثلا درجة خفيفة شوية بتظهر العلامة ديت ويبقى شكلها سيء الطريقة الجديدة اللي احنا لسه شرحناها دلوقتي اللي هي الافيو الفلوكلاريونت اكزي تراكشن دي احدى الصطريقة مبولة دلوقتي اللي هي الاقتطاف اه الاقتطاف اه دي احدى الصطريقة في العالم دلوقتي للزراعة ونتيجها كويسة جدا يعني انا عزوا لك نسبة الفشل بدايتها اربعة في الالف لا انا شوفت حالات بتاعيتكو انا شوفت حالات عاملة زر عندكو تحفة بجد يعني حالات انا اصدقاء يعني اللي هي عاملينو انا حتى اتفاجئت ولمتو عاملينو في ايه فقالوزرع فين في المركز يعني نتيجة فعلا حلوة عجبتني بصي هو دايما احنا بنقول ايه 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 طبعا انت عارف ان في دول خارجية كتير في ناس بتروح تزرع شعر بره كتير قوي اه اه لكن انت مجرد انت روحت له ومشيت من عنده خلاص انت مليكش اي علاقة بي لكن اه لا خلاص انت يعني انت بتاعتكد تسافر تعمل عملية بترجع خلاص انتهى الموضوع لكن في اي بقى حاجة استسأل حاجة عايز بتابع عايز بتاع لا واصلا فيه متابعة يعني احنا دايما بندي العيان بتاعنا ست شهور متابعة بعد العملية ان هو كل شهر لازم بيجي نبص على النمو الشعر بنحقن بلازما وبندي له تغذية الفروط الراس من حيس ان احنا نصرع النمو الشعر احنا ممكن نحتاج لجلسة تانية لو كان المنطقة كبيرة لو كان الصلع كتير شوية بصدبت ممكن نحتاج جلسة تانية بعد ست شهور احنا دايما بنقول للاصلح العيان لكن انا عاوز اقولك ان في حالات كتيرة جدا بتطلع بره يقول لهم اه هنعمل زراعة شعر وما فيش اي مشكلة ويرجع يباني ان ده زرع شعر اول ما هتشوفيه في الشارع اولا ما فيش كسافة اه الشعر بعيد عن بعضه اه المكان الزراع نفسه واضح جدا انا اللي عجبني انتو اه لما شفت الشغل ده بتاعكو انتو موزعينه بطريقة مستحيل حد يقول ان ده زرع شعر وهي دي الميزة فعلا يعني والديركش يعني الاتجاه نفسه اخدوا بالكو الحاجات دي مهمة قوي في موضوع زرعات الشعر يعني الشعر مش منعكش مش مزروع اه كده عشوائي لا 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 ده ايه ده مزروع متستف يعني يعني اه بتصرح لوحده احنا بنبتدي من قدام الخط الهيرلاين الامامي ونتزود الكسافة فيه بدرجة كبيرة جدا وبنرجع الورا وعاوز اقولك ان كل شعر لها ديركشن يعني احنا بيبقى في ديركشن معين لها اتجاه يا جماعة ونيجي في المنطقة اللي هي في وسط الراس ديت بيبقى لها ديركشن مختلف تماما عن بقية الشعر هدية اللي بنقدر اللي بيبان فعلا ده شعر طبيعي ده شغل حلو ولا مش حلو اه وده شغل كويس ولا اه لا مش كويس فدي فعلا اللي بيفرق من مكان لمكان زراعة الشعر والديركشن بتاع الشعر والكسافة وانه احنا اللي بيبقى صادقين مع البيشنت اللي قدامنا يعني انا مش هيجيلي اقول له اه احنا نزرع حتى لو ماينفعش لا فيه ناس ماينفعلاش زراعة على فكرة انهم عندهم اه كسافة شعر قليلة جدا ورا اه 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 وهنا طبيعي هاخد من ورا يعني لازم يبقى عندي دونر اريا اخد منها عشان اعمل توزيع للشعر تاني فيه ناس بيبقى عندهم كسافة دي قليلة جدا فده ماينفعش نوع يزرع ومالوش اي حل تاني لو انا عملت له زرع هيبقى اولا هيبقى شكله اسوء من الاول كمان اه يعني بس انا عاوز اقول حاجة بقى كده اللي عاوز يزرع يلحق نفسه بدر شوية طبعا ما يعني ما يستناش لما تبقى على اي اخر كده لا ما يستناش لما يبقى يبقى صلع يجيب للرس كلها طبعا لا طبعا اه 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 انا بس عوزة لفت انتباه السادة المشاهدين للتفاصيل دي لما تقرروا ان انتو تعملوا زرع شعر شوفوا النتائج بتاعة المكان اللي انتو راحين فيه لانه زرع الشعر اه اولا هيبتاخد وقت الموضوع بياخد وقت يعني عملية مش تاخد ساعة او اثنين تقريبا عملية بتاخد من تمان لعشر ساعات من تمان لعشر ساعات فالمفروض لازم يبقى فيه دقة جمدة جدا فيه اه الالات المستخدمة تكون حاجة اخر صيحة اه 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 احدث طرق دلوقتي زراعة الشعر موجودة في العالم احنا شغلين بها في المركز الطبي دلوقتي اه اه تشوفوا النتائج لانه زي ما الدكتور شين بيقول ده حتى الاتجاه بتاع زرع الشعرية بيفرق اه طبعا يعني انت لما تزرع شعر لازم الاتجاه كله اتجاه الشعر الطبيعي بتاعك انت لانه فيه ناس بشوفها زرع وزرع برا على فكرة يعني زرع مسافرة ودفع قد كده منعكش منعكش خالص اه حطينا صورة قديمة لك. ام. عشان نشوف ونعمل لك صورة زيها. ام. فيه ناس يقولك ان انا عاوز انزل خط الشعر شوية طبعا لا ما ينفعش. ام ام ام. ما ينفعش. اهو شايفين? طيب كده. ده طبعا النتيجة هيلة جدا ده بعد ست شهور. حلو جدا يا جماعة انتم شايفين اصلا يعني حاجة تانية خالص. بصي هو زراعة الشعر دي بقى بالزاد انا عاوز اقولك ان هي بتدي كمية ثقة في النفس اه لانشخص. فيه واحد يروح يخطب يقولك لازم اعمل زراعة شعر قبلها. ام. دي الصورة الاعليمين دي بعد زراعة على طول. يعني هنا في يوم الزراعة نفسها. ام. والصورة اللي بعدها بعد 8 شهور من الزراعة. ام. فيه واحد يروح يخطب اه هو حاسس ان هو عنده مشكلة. فيبقاش فيه ثقة في النفس. ايه وطبع. فيحصل ان هو ممكن يبوز الخطوبة بتاعته ويحصل له مشاكل في حياته عشان موضوع شعره. ام. فلما بيزرع شعر وبيبقى حاسس ان هو طبيعي بيتوب حياته طبيعية وبيبقى عنده ثقة في النفس. الشع ده بيتول عادي وبيتقصه وبيتسشور وبيتغسل وبيتعاق يعني يتعامل معا عادي جدا. شعرك شعر الطبيعي خالص يتعامل ان هو شعره طبيعي ما فيش فيه اي مشكلة. ام. احنا مش جايبين شعره من حد تاني. ام. هو شعرك انت بيتول بتقصه. ام. بتروح للحلق عادي جدا ما فيش اي مشكلة. طيب اه قبل ما اه اه فاكرتنا تخلص قلتلي انه فيه عرضة او فيه مفجأة في حاجة زي كده عاملنا. احنا في المركز الطبي عاملين اه خص تصل لخمسين في المية على كل الجلسات بتاعتنا. وفيه اكتر معا من كده ان احنا فيه عندنا جلسات فري على الخدمات الكمان اللي هي مخفضة اصلا. طيب كويس قوي. احنا عندنا جلسات نضارة للبشرة وفوق التخفيض اللي احنا عاملينه. فيه جلسات نضارة للبشرة مخفضة فري فوق الجلسات كمان. انا بشكرك على وجودك معي دكتور هشام النهاردة. ضفي العزيز دكتور هشام شعبان. هنروح لفاصل بعد الفاصل بشرتك مع ماسي. شكرا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم. يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجهة لتبدو اصغر شكليا عشر سنوات. ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر اهمهم الدهب الخام. عيار تلاتة وعشر. والكافيار والكولاجين والهايلورونيك اسد والسيرامايد. المعروفة بقدرتها على اعادة شباب البشرة. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الناس ماسي دورو جولد مرخص من حكومة دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات من المرخص من المرخص من ماسي دورو جولد ماسي دورو جولد مرخص من وزارة ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطري ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جايف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلاديلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب أكيد البشرة السليمة علامة من علامات الجمال وأكيد كل سيدة نفسها تبقى حلوة وجميلة ويمكن أنا على مدار السنين عملي اللي فاتت كلها أنا أول واحدة كنت دايما بقول الستة لازم تبقى حلوة ولازم تهتم بنفسها ولازم تبقى نجمة دايما في مجالها وفي موحتها بس مش معنى كده أنه إحنا مثلا نجرح الناس أو لما نشوف أحد إحنا أحسن منه في حاجة أو شكلنا أفضل منه في حاجة أن إحنا نعلق عليه بشكل جارح أو أسلوبنا يبقى فيه ما فيهوش إنسانية لازم نتعلم إزاي نتكلم مع بعض لازم نتعلم إزاي كل سنة حلوة مع بعض بلاش نجرح في بعض أنا بتكلم بالطريقة دي أو بقول كده لأنه أنا ملاحظة أنه في الفترة الأخيرة إحنا بقينا يعني ما بقناش نرأي مشاعر بعض خالص وده على المستوى العام وعلى المستوى الخاص كمان يعني أنا بشوف كتير مثلا من صديقاتي أو كتير من الناس اللي بتبعتلي هي بتعاني من سوء المعاملة أو بتعاني من يعني إنه لو حتى حد وجلها نقد بيبقى النقد ده بأسلوب لازع جدا بيبقى النقد ده بأسلوب جارح جدا فلازم يعني بس شوية رحمة في علاقتنا ببعض ونحط نفسنا مكان أي حد يعني أنت قبل ما توجه كلمة لحد فيها جرحة أو فيها إهانة حط نفسك مكانه شوف أنت هتقدر تتحمل شوف ده عايزة عليك ولا مش عايزة عليك وأكيد الإجابة هتكون واضحة وصريحة إنه أنا لو أنا مكانه أكيد هتدايق فأنا مش هعمل ده بس هما دول الكلمتين اللي أنا كنت عايزة أقولهم بما أنه أنا دايما بقول إن الستات لازم تهتمل بنفسها ولازم تبقى حلوة ودايما برضو على فكرة أنا بقول إنه مفيش واحدة وحشة مفيش خالص ستة وحشة مهما اختلفت ملامحها مهما يعني ومفيش حاجة اسمها إنه الجمال ده نص مكتوب لازم هو يبقى نص واحد مكتوب أو إن هي طالما عنها عامل إزاي والشاه عامل إزاي وجسمها عامل إزاي تبقى ده ستة حلوة خالص مفيش الكلام ده خالص يعني الجمال ده جمال روح قبل ما يبقى جمال ملامح أو يبقى جمال هيئة أو يبقى يعني جمال لسان وجمال روح تخيالي بقى أنت لما يبقى لسانك حلو وروحك حلوة وكمان شكلك حلو لا أنت كده تبقى حاجة عظيمة جدا وده اللي أنا دايما بقوله يعني اهتمي بجمالك الداخلي وكمان جمالك الخارجي كده أنت هتبقى يعني ما فيكش غلطة زي ما بيقولوا بس نبدأ طبعا بالداخلي احنا بقى النهاردة هنتكلم عن الجمال الخارجي لازم تبقي دايما كده ملفتة وجميلة ملفتة بأدبك وبأخلاقك طبعا وكمان وشك يبقى جميل ونظر وفيه رونك وفيه جمال ودلوقتي كمان يعني التكنولوجيا تطورت بشكل كبير جدا وأصبح من خلال حاجات بسيطة نقدر ان احنا نحصل على النتيجة اللي احنا عايزينها احنا النهاردة هنتكلم عن الرعي الرسمي للجمال دائما وابدا زي ما بقول بس خلوني ارحب في البداية بدفتي العزيزة دكتور هند نصير مدير التطوير والأبحاث في شركات ماسي فارغ ازيك دكتور هند ايه الاخبار ايه مقدمة جميلة بصي هو انا قلت كده ليه لانه انا ملاحظة في فترة الاخيرة انه احنا بقينا جرحين صح يعني بقينا اه مش عارفة ليه هو انا مش عارفة ليه مع انه احنا شعب طيب جدا والنسبة تحكم للشكل العام اه اعتقد احنا لما نيجي حتى يعني الجمال ده اولا طبعا زي ما انتي قلتي تفضلتي قلتي كل امرأة ربنا خلقها فيها جمال فيها شكل الجمال ده نسبي ممكن اللي ما يعجبكيش يعجبني مظبوط واللي يعجبني ما يعجبكيش وهكذا فالجمال ده نسبي لكن هما بيقيموا الناس من وجهة نظر واحدة اه فانتي عندك هو احسن حاجة ان انتي تقيمي الانسان طبعا هو شكله الخارجي مهم مظبوط بس كمان الروح مهمة قوي صح الروح دي مهمة قوي الروح دي تجمع الناس ببعضها صح حقيقي وعشان ما يقولوش هي يومنا ما هي اول واحدة بتتكلم وتقول الستات لازم تبقى حلوة اه انا بقول الستات لازم تبقى حلوة انا ما قلتش حاجة بس لسانها كمان يبقى حلوة صح وروحها كمان تبقى حلوة تبقى حلوة جوه وبره بالزبط كده اه اه ده فول اوبشن دي ايوة بس كانت ابقى خطيرة انت عارفة تبقى خطيرة لو بقيت حلوة بابا وبره دي ما تطيعاش على طول بما انه ماسي الرعي الرسمي للجمال دلوقتي وكل الستات بتسأل عنه وعاوزة تعرف تفاصيل عنه وايه موضوع ان هو انا لما استخدم ماسي انا شكلي هيصغر عشر سنين دي عاملة قلق جامد او انت مش متخيلة قد ايه بالنسبة للناس والناس حافظت الشعار صح صح كل الناس لما تقابل لما تقابني وتستألني تقوليه هو فعلا بيصغر عشر سنين طب ليه دي من ده السؤال الاول طب ليه اللي يفرقه هقول ان ماسي دورو جولد من الكريمات في الحقيقة يعني عملت طفرة في التجميل في الفترة الاخيرة لان كل المكونات بتاعت ماسي كلها لوحدها لو جيتي تاخدي كل منتج لوحده ممكن نتكلم كتير بقى نوع بقى ساعات بقى عن كل حاجة لوحدها كفاية ان انا هقولك ان المادة اللي انتي بتعملي بيها فيلر بتروحي تاخدي الفيلر هي الهيرونيك أسد موجودة في ماسي حتى الصوديوم هيلارونيت اللي هي دي موجودة زي الهيرونيك أسد بتشبه المادة اللي بتحقن بيها الفيلر دي جزيئاتها صغيرة جدا 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 فبتخترق البشرة وبالتالي هنعمل ايه هنحافظ على نسبة الميا شوفي نسبة الميا دي نسبة تنسى خلص الموضوع الميا مش حتى كشرب احنا خلينا في الزب بسيك من الشرب يعني احنا بننسى نشرب ميا وضم وضر خلاص بقى نستخدم حاجة تعود نخلي حاجة تحتفز حتى بنسبة الميا في البشرة تمام يعني عارفة زي بلاش يعني احنا نحتفز بنسبة الميا جوه البشرة بتاعتنا فالهيرونيك أسد بيعمل كده يعني هو فيه مواد زي البوتوكس والفيلر اه طبعا وبتعود عن البوتوكس والفيلر اه فيه مواد زي يعني احنا فيه عندنا مادة هنا الاستال هيكسابيبتاد المادة دي اللي هي الأرجلين كلم عنا حتى دكتور أوز مرة طبعا انتي عارفة احنا في التطوير عايزين دايما نطور ونشوف احسن حاجة والاحدث بقى اخر حاجة عشان خاطر نقدر نخلي الكريم يبقى متميز بالعناصر اللي موجودة فيه فانا مهم جدا في الريسيرش ان احنا نحط نبتلين ندخل المواد اللي انتي انا عايزة اشوف معاك افكت على بشرتك في خلال تلات شهور انا عايزكي ده نجاح ميسي برضو مش من قليل يعني نجاح ميسي دورو جولد والطفرة واللي عملها والحمد لله نشوفش حد اللي ما بيسألني اه ميسي فالنجاح ده الحمد لله ده برضو مجهود وتعب ده ست سنين ريسيرشز بيعملوها بره وبعدين ده ميدن اتالي وانتي عارفة احنا سواء هنا حتى واعنا بتكلم لما اجي اتكلم ما قلتلك المنتجة المكونات المكونات بتاعته كل حاجة لوحدها تعمل منها كريم منها كريم والله انا زمان لما كنت اجي اشتري مساء عن حاجة كريم وانتي احكير برضو كده لا ده نزمان ستات كده بتبقى قصة بقى خط كله على ضغط بس انا هقولك على حاجة وما دايما يقولي انت عملك في وشك انت عملك عملة حقن ولا عملك بتاع انا العمري اللي عملت حقن ولا واللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش على راسي من فوق ما عنديش اي مشكلة خالص انا كل الموضوع ان انا واحدة باهتم باهتم من زمان احط حاجات على وشي اعمل مش عارفة ايه لكن عمري بحقن الحقيقة شو كنت قلت اي انا باهتم من زمان طبعا طبعا من زمان عشان النتيجة تتكيدة ايوة يعني فيه ناس تقولك ايه يعني انا عايزة نتيجة سريعة لا انا عايزك يتهتني هتشوفي نتيجة بس انا برضو للامانة انا اول ما طالع ماسي انا انا اول الناس اللي جبت ماسي هو عمل معي مفعول في الثلاث سنين الاخرانينيين اه ويمكن في نفسي تقولي لا اوضح لك لا اوضح لك شكلها متغير في محلوة في الثلاث سنين ايوة انا استخدمته اول ما طالع في الثلاث سنين الاخرين عمل معي اللي قعدت عشر سنين من اول ما اشتغلت اعمله اللي هو يعني انا بقالي عشر سنين باستخدم كلماته عارفة كمان ليه هو غناني عن كل عشان التقنية احنا بنشتغل بتقنية النانو تيكنولوجي النانو بارتكلز فالمكونات دي بدخل او المكونات اللي انا عايزة ادخلها جوه بشرتك بالتقنية دي فبتساعد ان انتي تلاقي النتيجة بدري بدري طب احنا عايزين يقول السيكس اكشنز يعني نقول هو بيعمل ايه بيعالج ايه بالزبط السيكس اكشنز طبعا موجودين على العلبة على علبة ماسي اول حاجة لو احنا جينا نبص هنلاقي ان هو مقاوم للتجعيد يعني هتيجي تبصي هتلاقي مضاد للتجعيد هتلاقي فيه التغزية هتلاقي فيه الترتيب هتلاقي فيه الترتيب هتلاقي ان هو ضد التقدم في العمر عارفها ازاي هتلاقيه ضد التقدم في العمر هتلاقي الخطوط التعبيرية قلت اه يعني طبعا الخطوط هو ضد التجعيد طبعا ضد التجعيد بيقوم التجعيد بيرطب بالضبط كده بيعمل تخزية بيشد البشرة لو جينا كده نبص على كل حاجة لوحدها هتلاقي كل كل أكشي من دول وظيفة مربوطة بمادة محتوطة يعني احنا في عندنا عشان خاطر طبعا يعني عايزة أقول أن البشرة كل ما أنت تستهلكيها قوي تخرجي على طول من غير ما للشمس طول الوقت طول الوقت طول الوقت ميكب باستمرار 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 صبح وليل وارسم وعمل وكل الكلام ده أنت بتهلكي البشرة كده احنا عايزين حاجة تساعد أن أنا أنتهي بقى من موضوع أن أنا أحط كل منزل أحط ميكب أنا عايزة يبقى وشي نظر ببساطة كده وفيه جلو وفيه نظرة أكني واكلة كويس أكني كلت أكلة شهية أكني كلت كافيار هو فيه كافيار هو فيه كافيار كأني كلت كافيار الكافيار في الريسيرش مؤخرا وجدوا أن الخلية بتاعته شبه الخلية بتاعت الجلد هو عبارة عن بروتين ومية والخلية فيها مية وبروتين وبالتالي الامتصاص بتاعه بيكون سريع وحالو مليان بمضادات الأكسادة فيه أنتي أكسيد متى كتير جدا مضادات الأكسادة دي معروفة جدا أنت عارفها أي حاجة أنا نمي بنقول أي حاجة بمشي كده أي حاجة فيها أنتي أكسيد هاتيها سواء أكل أو حتى وكريم طبعا ليه بقى؟ لأن التدخين والخروج باستمرار التلوث وأشعة الشمس كل الكلام ده بيأثروا على البشرة بتاعتنا وبيعمل لها جهاد رهيب طب مضادات الأكسادة دي مهمة علشان خاطر أحافظ على الخلية بتاعتي هالسي وسحية ده غير الدهب بقى دهب بقى أنت جبتي دهب بقى ده 23 إراط أنا محتاجة أنت عارفها زمان أنا كنت بشوف أن القصة دي موجودة حتى الاهتمام بالملكة الملكات يعني كريو باترا كانت تعمل كده يعني ده كريم ملكي فيه كل الملكي ملكي هو ملكي فعلا حتى بصي شكله تحسي أنه هو ريت ان ريت شيد وز العناصر الأساسية اللي إحنا عايزينها لبشرتنا أنا عايزة ببشرت بقى نظرة وليه ما كونش أنا ملكة يعني أنا ما حسش أن أنا ملكة جوا نفسي أنا إيه المشكلة إيه المشكلة إيه المشكلة لما أنا أكون جميرة ومهتمة وإنا لازم أكون ستار زي ما أنت قلت في المقدمة لازم أكون أنا في المحيط بتاعي في محيطي أنا ملكة في محيطي أنا ستار في في بيتي في جروبي مع العوة الزبط في أسرتي بأنقريبي يعني زي ان انا لما اجي ابصنا على نفسي كده في المراية وبص اشوف كده شكلي اقول ايه ده ده انا بشرتي عارفة دي ترفع ثقتك بنفسك اكيد طبعا انتي لو عندك انا واحد انا سعتلي واحد يوم منهم كده ويبص لا لو لاي اي حاجة تدايق ومش نايق حتى كويس لا بيتدايق بيتعكن اليوم كله بمناسبة اه هو فيه مواد للتفتيح صح يعني لو حد عنده هالات سودة او عنده اه طبعا احنا عندنا بصي بقى احنا طبعا عندنا جولد من ضمن الحاجات المكون الرئيس 23 ايراط والجولد كمان وزيقات الدهب بتأثر على بتقلل من صباغات الميلانين اللي بتبقى عاملة الهالات وعملة التصبغات الحاجات البقعة دي فجولد او جزيقات الدهب بتأثر عليها بتقلل منها فبالتالي لو انتي عندك هالات بتشيل لو انتي عندك بقعة تصبغية بتشيل عندك كمان فيه حلو جدا لو احنا رجعنا تاني للكافيار فكمان الكافيار حلو قوي ضد لو خرجتي ضد اشعة الشمس الالترافايلوت اي وبي فانت بتتجنبي الحاجات اللي بتعمل ضرر وبتطلع ضقع على البشرة عندك السيراماير عندك الكولوجين ده ده مهم ازم كلنا نستخدم الكولوجين بقى دي يعني ناس كتير يمكن فهم ان الكولوجين ده ثابت احنا بنكبر والكولوجين زي ما هو لأ طبعا مزي يعني في مزك اه في ناس على فكرة فهمها ان الكولوجين ده يعني حاجة انا بكبر وشعري بيت والي بقى الكولوجين بيبقى موجود. يا سلام. في ناس كتير معطيقاش فكرة. ده انا اه ده انت مش انا انتو بتقولوا انه بيبدأي قالي من خمسة وعشرين سنة. اه. يعني احنا ما بنبقاش لسه كبرنا اساسا ان هو بيبدأي. ايوه بصفت هو بيبدأي. لازم نشوف لازم نلحق نفسيا نعمل حاجة. اه. على فكرة في رجالة كمان كتير وشباب بيستخدموا ماسي دور جولد. اه يعني. يعني. لا 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 لا. كمان في رجالة مهتمية بنفسها. اه طبعا. هي عايزة تهتمي بنفسها. هو اصلا اي حد اي حد راجل او ست ما يحبش ان هو اه يزهر بشكله بالعمر الحقيقي. طبعا. يعني. ما فيش حد. في حد بيحب يعني ده بيبقى سؤال محرك حتى لو ما تسألوا واحدة عندك. انا بيش مشكلة في السؤال بس هو فيه ناس بتتضايق سواء رجال او سيدات يعني. يعني فحتى في رجالة وشباب كتير بيستخدموا ماسي انهم مش عايزين عايزتي عايزين ويخليه روتين يومي. اه. يحافظوا به على نظارة البشرة. طب هو في طريقة معينة بقى للاستخدام. يعني. اه طبعا. هو اولا اه انت بتضغطي. العبوة انا شايفة نمتي على حسب كل بشرة وحجمها. اه. انا عن نفسي بحبه جدا باستخدمه بحط اربع اه. انا كمان. اه. بحط اربع ضغطات. اه. وبحطهم على وشي بحطهم عكس الجاذبية. اه. كده والفوق. علشان خاطر يبقى الكريم ممتص وكله ماشي عكس الجاذبية. تمام. والرقبة. والرقبة انا بحطه برضو كمان باستخدمه على رقبتي لانه وبيشد. اه. وانتي رينكل. فانا عايزة برضو الرقبة اه تباني انها مش دولة. الرقبة مش منفصل عن الوش كمان. اه اه انا بحط الكريم باستخدمه كده. وهو يستخدم. اه. تستخدميه علشان يجيب نتيجة كويسة. انا باستخدمه طبعا ونتيجة ظهرة وملموسة. تستخدميه صواحا ومساءا. طب النتيجة تبدأ تبان بعد قد ايه? انا عايزة تقول التحسن بيبان من شهرين لتلات شهور. اه. يعني عبال ما يحصل حاجة اسمها. ده لو تجعيد او اه او كده. اه تجعيد ايه. هقولك لان كمان في مادة حلوة جدا جدا موجودة في الكريم ده. اللي هي الاسيتاء الهيكسابيبطايد. ودي من المواد اللي متستخدمها حديثا اه في في العالم بتاع الكريمات يعني والكوزماتيكس. لانها المادة دي اه حلوة جدا في ايه? بتأثر على العضلات اللي هي العضلات اللي مسببة دايما من التعبير بتاعت الوجه. مسببة لفاين لاينز. اوكي. على فكرة مش كل التجعيد نتيجة ان انت كبرتي. اه. في احيانا تجعيد ليها علاقة بالتعبير. تعبير وشك. بتكشر كتير. كتير. هاي ناس تعمل 111 دي على طول. اه. في ناس على طول دي 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 طول الوقت. اه. فالمصز هنا الفرونتالس المصز الموجود. يعني ما سيقدر يعالج الحاجات دي. اه طبعا. لان المادة دي موجودة هنا. فالمادة دي اه حتكلم عنها دكتور اوز الارجلين. اه. فالمادة دي من المواد اللي بتجيب نتيجة وبتحسن ليه بتشتغل كامل للعضلة. اه. دي عضلة. اه. هنا عضلة. وانا بتحك هنا هنا. اه عضلة حوالين الفم. فالعضلات دي بيشتغل عليها كويس. يعمل فتبقى ايه ما تبقاش الشدة. تبقاش حد يا جمعا. ايوة. تبقاش بالحدية بتاعتها. تبقاش بالشدة اللي هي دي كده. اه. انا باستخدمه طبعا وبحطه هنا كمان. اه. على فكرة يومنا في المنطقة نتيجة الفتحة والقفل هنا. اه. اللي حصلت نتيجة الراف كل ده. ليه علاقة بيه. اه. العضلات الوجه. التعبير بتاعت الوجه. اه. فدي من المواد اللي بتجيب نتيجة رائعة. وطبعا النتيجة عشان تبتقي تحسب نتيجة ملموسة. هتاخدي بالك انها هتبدأ بعد شهرين لتلاتة. اه. هتبقى انتي برضو. بس خدي بالك لازم تبقى روتين يومي. اه. مش تجرب وما قص في ناس ايه تجرب وتاني يوم ممكن تنسمو. اه. انا عيزاكي. يوميا. يوميا. عشان تقدري. ده عشر دقايق. اه. مش عشر حتى خمس دقايق. اه والله. عشان تقدري تحسي بنتيجة الكريم. اول ما حتيجي تستخدمي الكريم. اه. وعلى طول. اه. في احساس جميل قوي. انت بتحسين. اه. ببقى فيه شوية اه سخونة على الجلد. اه. السخونة دي انا بحب احساس السخونة بتاع كريم ناسي دورو جولد. اممكن اللي جرب الكريم ده منفرد فعلا. وخدوت بتحمر كده. اه. الكريم ده منفرد. تحسين كنتي مفرق. ايوة. الخدوت بتحمر. وتحسين دي فيها. اه. سخونة دي نتيجة ايه بقى. الجولد من الحاجات المدهشة الجميلة. اللي بتعمل بتزود او مجرة دم او الدورة الدموية. اه. في المنطقة دي. اه. اه. كده بيزيد مستوى الدم. اللي جاي محمل بالاكسجين. فيقول لك ايه ده انتي ايه انتي واخده اكسجين. منورة كلا بمبي. ايوة ايوة. من علاعة. من علاعة كلا بمبي. ام. انتي واخده اكسجين ولا ايه? ولا واكلة اكلة حلوة. اه. عارفها ازاي? هو فعلا اه يعني اللي. حس الاحساس ده. لما بتستخدميه الناس بتوعب تقول لك ايه? هو انت حقنة وبوتوكس. وانت حقنة. اه. وما بتبقش حقنة والعمل اي حين. هو بيدي فوليوم. بس هو بيدي الشكل ده. اه. بيدي فوليوم. بيدي فوليوم كمان عشان الكالاجين احنا يعني احنا يعني عايز اوضح برضو المشاهدين ان غير ان الكالاجين بيقل بعد خمسة وعشرين سنة. ام. كمان الكالاجين والالاستن اللي موجود في البشرة هي دي الطبقة كل ما يكون الكالاجين والالاستن سمكها. كبير. وبالزبط. وموجودة مشدودة. كل ما تكون بالحجم التاع الكويس. كل ما يكون البشرة اكسر تماسك. اكسر تماسك. واكسر شدة. تيجي تشديات ايه? بشرتها مشدودة قوي. ده اول يتقال على واحد اقولها دي بشرتها. الله ده انتي بشرتك مشدودة قوي. اه. اه. غير لما تكون واحدة تلاقي ايه ساجنج بقى. ساجنج. لاقي الوش بقى ايه? هبط. هزل. لا احنا احنا مش عايزين كده. احنا مع ماسي مفيش ساجنج خالص ان شاء الله. مفيش الوش اللي هو نازل ده. على طول منور كده. اه. طيب. نروح لتقرير? اه نروح. يلا بينا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم. يعمل على استعادة نظارة وشباب الوجه لتبدو اصغر شكليا. عشر سنوات. ماسي دورو جولد يحتوي على ستة وخمسين عنصر. اهمهم الدهب الخام. عيار تلاتة وعشرين. والكافيار والكولاجان والهايلورانيك اساد والسراماعد. المعروفة قدرتها على اعادة شباب البسرة. صدق مستحضرات الكاليس creating الكافيار والسرامى السراعيي المستحضرات العربية كافيارا ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات ماسي دورو جولد خالي تماماً من مشتقات الخنزير منتج إيطالي الصنع ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم لأنه بيساعد على استعادة نظارة الوجه لتبدو أصغر سنة بعشر سنوات من الأولى من المستحضرات ماسي دورو جولد ستبدو مرخص من حكومات دبي الإمارات ستبدو مرخص من حكومات دبي الإمارات أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إتلي ومقرها سان مارينو إيطاليا ماسي فارم إيجاب ومقرها القاهرة مصر ماسي فارم جاوف ومقرها دبي الإمارات ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفينيا ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب دايما بنصح السادة المشاهدين ما تحطوش أي حاجة على وشكة أو ما تستخدموش أي حاجة على وشكة أو على شعركة أو أي حاجة عامة من غير ما تكون مرخصة ولها ترخيص معنى أن هي لها ترخيص أن هي خضعت لاختبارات كتير لأبحاث كتير لتجارب كتير علشان تطلع لأستاذ المشاهدين وتكون آمنة ماسي منتج مرخص من كذا جهة من 3 جهة مرخص من وزارة الصحة المصرية ومرخص من الاتحاد الأوروبي وحكومات دبي فدي أكتر من جهة طبعا تدي مصدر ثقة كبير للناس طيب ليكوا كمان فروع يا دكتورة هند يعني ما شاء الله في انتشار آه الحمد لله الحمد لله ماسي فارم عندنا ماسي فارم أيجيبت طبعا دي موجودة في القاهرة وعندنا ماسي فارم جولف ودي موجودة في جبل علي وعندنا ماسي فارم أتري ودي موجودة في إيطاليا وقريبا إن شاء الله هنكون في أمريكا في فلدارفيا طيب يعني دايما الناس بتقول طبعا احنا بننزل فيه ناس بتنزل فعلا متسأل عليه في الماركت بس انتو ليه مش يعني مش حطينه أو عاملين بس حصريا من خلال الراحة كده أسهل يا يومنا أنا بشوف كده أسهل فعلا اه كده أسهل لما حد يكلمنا على طول ديريكت واتصل بينا احنا ويوصل ليهم الكريم أسهل بكتير لو حتروح سعدالية ممكن حتلاقيه ممكن لأ لكن عندنا احنا التواصل مباشرة ده ده مهم جدا وبعد ذلك احنا كمان نحب نسمع الريفيوز بتاعت الناس والقراء ونحب نكون متابعين دايما ودي حاجة بالعكس دي حاجة تسعيدنا وتخلي النجاح الحمد لله بتاعنا يزيد أكتر يبقى فيه تواصل مباشر مع الناس طيب وفيه صفحات اعتقد لك وكزا صفحة مش صفحة اه اه دخليك نشو بعض من الصفحات دي وطبعا فيه اه صفحات كتير عشان المرض والناس اللي بتبعتلي بتقول لي هما صفحاتهم ايه هما ليهم اكتر من صفحة مرقمين يعني دول طبعا بعض من الصفحات فيه اه كتير اه يا دكتور هندي بيقوله طيب احنا الوقتي بنحب نحقن بوتوكس وفيلر او احنا شريحة البوتوكس وفيلر هل ماسي هيتعرض مع ان احنا نحقن بوتوكس وفيلر؟ بالعكس ده هيعزز من النتيجة اه طبعا انا شايفة كده انتي عشان تحتفز بالنتيجة اه بتاعت البوتوكس وفيلر اه لفترة أطول لا بالعكس انتي حقنا المادة وهي دي موجودة فيه فانتي هتحتفز بالنتيجة لفترة الأطول لا يتعرض اطلاقا بالعكس ده هيعزز من النتيجة بتاع بتاعت ال LISA الفيلر مع البوتوكس هيعزز يعني بدل ما الفيلر والبوتوكس هيعوده مسلا لما عاكي اربع خمس شهور هو هيخليهم يعوده ممكن تمن تسع شهور مظبوط هيضاعف المدة بتاعت المفعول مظبوط للبوتوكس والفيلر مظبوط فانت هتحسي انت هتحسي نفسك انت مجرد ما تستخدمي ميسي شوية شهرين تلاتة كده صدقيني مش هتعرفي هتحسي في حاجة اه الروتين بتاعك اليومي انا بديكي كل الحاجة اللي تعمل وتغذية ونوريشنج للبشرة بتاعتك في منتج واحد انا شايفة ان انا كده جمعتلك الحاجات اللي كل الستات وكل البنات بتحلم بيها الحاجات اللي هي مباشرة تعمل تأثير مباشرة على الجلد يعني زي ما احنا قلنا الكريم فيه مكونات بيبقى ليها تأثير مباشرة على الجلد وبتبانى على فكرة بيبانى النظارة من قومة تيجي تستخدمي الكريم نظارة دي يعني حلاوة بالبلدي كده يعني بالبلدي اه يبقى حلاوة بتلاقي وشك كده يسموها ايه برنق يعني نظر لأ برنق دي اللي جديدة نظر مش عارف انا بسمعها يعني وشك بقى فيه اه 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 منور كده حلوي منور فقط فيه بمبي فيه بمبي اه وبعدين بتحتفزي بالفوليوم على فكرة الحجم بتاع البشرة انت لما بتدي البشرة التغذية الخارجية كمان مهمة قوي عشان تحتفزي كمان المواد الموجودة ومستخدمة بتحافز على نسبة المية تحت الجلد المية دي نسبتها مهمة جدا جدا انتي تفرجي عن نفسك حتى لو قعتي يومين او يوم كامل متربيش مية اه فعلا الوش بيبقى مكهد وصفر وهنا تحسي دخلت لجوله كده وجفاف البشرة فيها جفاف تمان السيرامايد من الحاجات الممتازة قوي اللي بتحسن من نسبة الرطوبة في المية وبتحتفز بالمية جوه الخلية فبالتالي تعرف يا سبحان الله واجعلنا من الماء فعلا كل شيء حي اه ونعمة بالله طبعا فاحنا المكونات دي بتحافز بتحافز لنا على وجود الحاجة رطبة فيها نسبة مية عالية فبالتالي انا عايزة نضارة اشراقة ده هنبقى بنشوفه مع ميسي وهو انتي قلت حاجة مهمة لانه انتي هو يعني المية مهمة جدا فيه لانه فيه ناس كتير بشرطة بتبقى دهنية اه طبعا فتقولك انا بحط اي كريم وش بيزيت وبيلمع وبيبقى شكله مش حلو لا ده ما بيزيتش خالص ما هو ده اللي انا عايزة لا لا مفيش الطبقة اللي هي بيزيت دي فعلا الناس كتير تقولي هو بيزيت الوش اقول لها لا خالص استخدميه ما فيش اي تزييط للبشرة ده التزييط ده مش انا ما بحبوش بيجمع اطربة ام انت ماشية او او اتحس ان انت ملزقة ام لا انا مش عايزة كده خالص ده ده بسيط خفيف خفيف اوي على البشرة تبهن ايه تحطيه على الكريم وتفديه كده هيمتص بسرعة واحنا عايزين واحنا الميكانازم او التقنية دي مستخدمة علشان سهولة انتصاص الكريم الى داخل طبقات الجلد احنا عايزين ويكون سهل ان هو يعني يدخل يتفاعل وبالزبط لطبقات الجلد فبالتالي احنا نشوف نتيجة حلوة وده بيحصل طبعا مع ماسي دور جلد ان شاء الله بعد ما بتستخدميه من اول شهرين لتلت شهور يبتدي تفراجي على نفسك تفراجي شو في صورة حتى هتلاقي في تغيير صورة من غير الفلتر تغيير مفيش حاجة من غير وبعدين ما فيش حاجة تقولك عليها اي حد يسألك يقولك انا عايز نتيجة يعني حالا مفيش كده لا هو يعصي سحرية لا مفيش كده انا بفضل عالج شعري ده باخد فترة بفضل عالج جسمي باخد فترة بفضل ودين خصوان ان كل المكونات الموجودة احنا هحطين مكونات كمان طبعية فالموضوع ده هياخد منك شوية ماليش و56 حاجة طبعا بس انا كلمت انا بتكلم ممكن دلوقتي اتكلمنا على مش كل حاجة تكلمنا شوية عن كافيار تكلمنا شوية عن دهب مكونات غنية انها تعطي المرأة سن أظهر عشر سنين من عمرها والرجل كمان عشان والرجل لا عشان ما يزعل لا هو رجل بيستخدمه بيزعله شوية الرجل بيستخدمه وبيلاقي فيه تحسن بيلاقي انت بتشوفي الكلام ده بتسمعيه على فكرة الريفيوز دي طبعا بتفرق قوي انت بتشوفيه وبتسمعيه اه تسمعيه من الاشخاص يقولك يا يومنا في ايه اه بيتقال والله يقولك انت يا يوقفوك انت تستخدمي ايه يوقفوني يا دكتور هند هو كل الموضوع كله ان احنا نمشي على حاجة الصحة والجمال ده لايف ستايل احنا نمشي على حاجة روتين بتاعنا يكون روتين يومي اه حاجة نستخدمها بشكل يومي في وقت معير ومش هياخد منك فقط ده انت بالليل بعد ما تشيلي الميكب تعملي تحطي قطنا وتشيلي الميكب بتاعك خالص وتنظفي بشرتك وتخسريها تحطي مسي دورو جولد على البشرة وتشوفيها بقى نامي بقى ويسحى يتغسل بقاعد وشوفي بقى الصبح شكلك النور وهتلاقي الارتخاء اللي انا قلت لك بتاع بدل المصز ما بتبقى او الشد ده جند تلاقي الموضوع بقى فيه وشك تلاقيه مرتاح يعني بتحس ان وشك مرتاح ايوة مرتاح ومنور ومتغزي يعني شوية حلاوة بتلاقي الكلام ده موجود فعلا فانا يعني حتى البنات اللي داخلين على الجواز وعايزين حاجة سريعة يعني استخدموها فتجيب نتيجة انا بقول لهم حطوا بس انتوا بالليون جربوا ان انتوا تستخدموا ماسي دورو جولد صباحا ومساءا وانتوا حتشوفوا بنسوكوا فرق ملحوظ انا بشكرك على وجودك معي النهاردة درستي العزيزة دكتورة هند نصير حلقتنا خلصة تشوفوا كل حلقتنا على اليوتيوب بنقابلكو يوميا ثلاث عصرا والقاعدة بتكون تمانية صباحا وفي قاعدة كمان بالليل الساعة 12 مساءل اشتركوا على شاشة دلوقتي تقدروا تبعتولي كل اسئلتك وستفساراتك وان شاء الله احاول ارد على معظمها او كلها ربنا يقدرني يعني انا بشكركم على وجودكو معنا ويرب دايما نكون دي وفايف على حضراتكو اشوفكم بكرا ان شاء الله كنت معكم يومنا طولان سلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة